اشتركوا في القناة تابع لقوات التحالف الأمريكي في بغداد وديوانية وقائد عمليات الأنبار في الحج الشعبي يتحدث عن نشاط نداعش على الحدود مع سوريا مجلس التعاون تركي الإيراني واكد دعم القضية الفلسطينية وضرورة حال الأزمة السورية من خلال العملية السياسية والسمرار مسار أستانا نحن في مرحلة التشاور مع فخامة الرئيس وإن شاء الله كل خير رئيس الحكومة اللبنانية قولنا مسار تاليف الحكومة ما زال في مرحلة التشاور أهلا بكم أعلن مسؤولنا أمريكي أن الإمارات ستوقع مع إسرائيل على اتفاقية التطبيع بينها أو بينهما في حفل من المقرر أن تستضيفه العاصمة الأمريكية واشنطن أثلاثاء المقبل وسائل أعلام إسرائيلية أوضحت أن وزير الخارجية الإماراتية شيخ عبدالله بن زايد أنهيان سيمثل بلاده في هذا الحفل إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أنه ينوي المشاركة في مراسم توقع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات نتنياهو أوضح في تغريدة له باللغة العربية أنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس ترامب للمشاركة في المراسم التي ستقام في البيت الأبيض لتوقع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات وكشفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجاف عن تبادل مسودات بين وزاراتها والوزارة النظيرة في الإمارات وزيرة المواصلات أضافت حول إمكانية السفر إلى أبوظبي أنها تأمل توقع اتفاقات في مجال الطيران والإعلان مباشرة بعد الأعياد عن رحلات مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي ودبي وإضام إلينا من واشنطن مراسل الميدين محمد كريم محمد أهلا بك بداية كيف يتعاطى داخل الأمريكي والإدارة الأمريكية وترامب مع هذا النوع من التطبيع بين إسرائيل والإمارات نعم نبدأ معك من إعلان البيت الأبيض والمسؤولين في الإدارة الأمريكية عن أن التوقيع توقيع الاتفاق الذي أعلن عنه من قبل الإدارة الرئيس ترامب ما بين الإمارات وإسرائيل سيجري هنا في البيت الأبيض منتصف الشهر الحالي هذا التوقيع طبعا لم يكن محدى صدفة بالطبيعة الحال فهو يتزامل مع الذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية أوسلو عام 93 من القرن الماضي والتي جرت أيضا هنا في البيت الأبيض وبالتالي حصل ما لم يكن متوقعا وهو التمثيل الإماراتي في هذا الموضوع موضوع التوقيع الذي سيجري في البيت الأبيض حيث أعلن بحسب الإدارة الأمريكية أن عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي هو سيمثل الوفد الإماراتي بعكس ما أعلن في السابق الرئيس ترامب أن محمد بن زايد هو الذي سيترأس وفد بلاده وعلى ما يبدو أن بعض الأوساط تقرأه على أنه يأتي لامتصاص بعض الغضب الشعبي الذي نتج ونجم من هذا الاتفاق لكن بطبيعة الحال الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس ترامب هو لا ينظر باعتبار كبير لحجم وطبيعة هذا التمثيل بقدر ما ينظر إلى تسجيل انتصار تاريخي يحسب لهذا الرئيس وأيضا هو يحاول من خلال الإعلان عن هذا التوقيع توقيع هذا الاتفاق تعبئة الرأي العام الأمريكي لجهة قيامه بإنجاز تاريخي في إدارته النقطة الأخرى أيضا تحاول الإدارة إظهار الرئيس ترامب على أنه صانع للسلام طبعا وهذه النقطة أيضا هي محطة جدال داخل الولايات المتحدة وما بين الأوساط الأمريكية فصانع السلام لا يبدو أنها ترقى للإستراتيجية والأبعاد الأمريكية كون أن الإمارات كما هو معروف هي ليس لديها حدود مع فلسطين المحتلة هي لم تخط حربا أيضا مع إسرائيل وبالتالي عملية الصنع السلام هي لا تتماشى ولا تتماهى مع هذا الإعلان الذي تحاول الإدارة الترويج له من أن الرئيس ترامب هو صانع سلام ولكن بغض النظر التيار الصهيوني ومن خلفه نتنياهو أصر على أن يتم إجراء هذا التوقيع منتصف الشهر الحالي ليتزامن مع الذكرى السنوية لاتفاقية أوسلو بالرغم من أن المسؤولين الأمريكيين كانوا أكدوا في أكثر من مناسبة أن التوقيع على هذا الاتفاق سيجري نهاية الشهر الحالي وبالتالي ربما نجح هذا التيار الصيوني ونتنياهو تسجيل بعض النقاط من خلال تحديد هذا الوقت لتوقيت الاتفاق النقطة الأخرى أيضا والتي تمثل هنا مثار جدل داخل الأوساط الأمريكية مسألة الضم وأيضا مثار جدال مسألة الضم غور الأردن اليوم يبدو أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الذي قد قدم إحاطة عبر الهاتف قال أن إسرائيل لن تتراجع عن مسألة الضم وهذه المسألة لم تكن على ما يبدو مسألة محورية في هذا الاتفاق وبالتالي هناك أكثر من علامة استفهام تدور هنا داخل الأوساط الأمريكية وداخل المجتمع الأمريكي ولكن تسجل لترامب بأن هذا الاتفاق سيدعمه انتخابيا سيسجل له انتخابا خصوصا وإذا ما رأينا استماعات الرأي في الآونة محمد يعني فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية هل فعلا ترامب يستغل لقب صانع السلام للفوز بالانتخابات ولتغيير فعلا وجهات نظر الجمهور الأمريكي مقارنة طبعا بنظيره أو بمنافسه جو بايدن بالتأكيد ترامب الرئيس الأمريكي يستغل كل نقطة وكل قرار هو بهدف الحصول على عادة انتخابه لولاية ثانية وهذا الاتفاق هو أيضا جير وأيضا تم الترويج له من قبل الإدارة الأمريكية وأركان الإدارة الأمريكية لهذا الهدف تحديدا اليوم الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب على وجه الخصوص يحاول تسجيل انتصار تاريخي ويحاول تسجيل نقطة جديدة هو يقول أنه دخل التاريخ من خلالها عبر هذا التوقيع توقيع هذا الاتفاق ما بين الإمارات وما بين إسرائيل في البيت الأبيض وبالتالي بالتأكيد واستطلاعات الرأي يبدو أنها تظهر بالفعل تقدم لترامب في الآونة الأخيرة إذا ما عدنا إلى قبل شهر من الآن كان هناك الفارق يقترب من عشر نقاط على المستوى الوطني ما بين ترامب ومنافسه جو بايدن ولكننا اليوم نتحدث عن تقارب كبير جدا ما بين المتنافسين وفي بعض الولايات ومثلا ولاية فلوريدا اليوم أظهرت آخر استطلاعات الرأي تقدم الرئيس ترامب على حساب منافسه جو بايدن إذن هناك تقدم واضح لترامب في الآونة الأخيرة والذي يحاول من خلالها استغلال كل نقاط كل قرار تقوم به هذه الإدارة انتخابيا وحتى الآن وهذا يبدو أنه نجح فيه إلى حد هذه اللحظة في المقابل على الطرف الثالث أن هناك معلومات للميادين من داخل الحزب الديمقراطي هناك حالة من الامتعاض ما بين الأوساط الحزب الديمقراطي من القيادة من قيادة هذا الحزب التي على ما يبدو أنها لم تكن تمتلك جدية واضحة في الفوز على ترامب عندما رشحت جو بايدن ووضعت كامالة هاريس كمرشحة لنائب الرئيس وهذا ما أضعف حضوط جو بايدن في الآونة الأخيرة وأظهر خفاضا في استطلاعات الرأي بدلا من ذلك والحديث خصوصا التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي الذي كان يرى في أن ترشيح لربما السيناتور بيرني ساندرز كان سيكون أكثر تأثيرا وأكثر وقعا في هذه المنافسة ما بين ساندرز أو ما بين الحزب الديمقراطي المرشع عن الحزب الديمقراطي وما بين الرئيس ترامب وهذا ما يبدو بالفعل هو واضح ويثير امتعاضا من خلال استطلاعات الرأي التي تبرز التقارب الكبير ما بين الرئيس ترامب وكذلك منافسه جو بايدن وبالتالي كل شيء يحاول القيام به الرئيس ترامب هو يمثل انتخابا عفوا لتعزيز حظوظه الانتخابية وحتى اليوم عند زيارته لولاية فلوريدا هو وقع اليوم على قرار رئاسي جديد يجيز الاستمرار بعمليات الحفر البحري لاستخراج النفط وانتاجه وبالتالي هي خطوة جديدة يقوم بها الرئيس ترامب يعني محمد عن التقارب بين جو بايدن نعم يعني التقارب الذي تتحدث عنه بين جو بايدن وترامب كيف يتعاطى الجمهور فعلا الأمريكي مع ما يقوم به ترامب والتهديدات السابقة للصين واليوم واقفه مع التطبيع مع إسرائيل هل الدفة تذهب لصالح ترامب في هذه الأثناء السياسة الخارجية بطبيعة الحالية لا تأخذ حيزا واسعا وكبيرا لدى مزاج الناخب الأمريكي الوضع الاقتصادي الوضع الصحي الوضع العام بشكل عام في الداخل الأمريكي هو الذي يأخذ التأثير الفاعل والواضح في المزاج للناخب الأمريكي وهو من يرجح كفة هذا المنافس على حساب المنافس الآخر ولكن بطبيعة الحال قضية توقيع الاتفاق التطبيع ما بين الإمارات وإسرائيل هو بشكل عاملا مؤثرا لا يمكن نكران ذلك في الداخل الأمريكي بالفعل سترامب تمكن من تسجيل نقطة جديدة لصالحه قد تصف في صالحه انتخابيا في هذه المسألة ولكن فيما يتعلق بالصين هناك بطبيعة الحال اختلاف بوجهات النظر ما بين الطرح السياسي الذي ينتهجه كلا المتنافسين وكلا المرشحين سواء لجهة جو بايدن وكذلك لجهة دونالد ترامب ترامب الذي يقول أنه يمارس أشد السياسات القاسية إنجاز التعبير تجاه الصين في المقابل الحزب الديمقراطي وجو بايدن يرى ضرورة الاستمرار بالحوار مع الصين دون تصعيد واضح لأن هناك علاقات تجارية تربط البلدين بمليارات الدولارات والصين هي تمثل واحدة من القوى الصناعية والاقتصادية الكبرى في العالم وبالتالي لا يمكن الولايات المتحدة أن تستعدي الصين خصوصا في الوقت الرهن ونحن نمر في جائحة كورونا التي ما تزال ارتداداتها واضحة في داخل الوضع داخل الاقتصاد الأمريكي والتي أدت إلى أضعافه بشكل واضح وكبير ولكن سمحت لي هناك نقطة يحاول اللعب عليها الرئيس ترام ألا وهي نقطة اللقاح المضاد لفيروس كورونا وكذلك العلاجات الحديث الآن داخل الولايات المتحدة يسير بما يسمى دائما هنا بمفاجأة أكتوبر وهي المفاجأة التي غالبا ما تحصل قبيل أي انتخابات رئاسية نحن نتذكر في انتخابات 2016 عندما أعلن رئيس أو مدير مكتب التحقيقات الفدرالية جيمس كومي عن بدء تحقيق فيما يتعلق برسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بكلينتون وهذا أدى إلى أضعاف حظوظها آنذاك وأيضا انخفاض نسب ترشيحاتها في جميع المستويات الأمريكية اليوم هناك من يقول أن الرئيس ترامب وإعلانه للقاح المضاد لفيروس كورونا قد يتم الإعلان عنه بنهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر أو بداية نوفمبر على أبعد تقدير هذا الموضوع إن حصل بالفعل هو سيكون عاملا مؤثرا وواضحا في حضوظ ترامب الانتخابية وسيزيد لربما من فرص فوزه بولاية جديدة لأربع سنوات مقبلة نعم محمد كريم مراسل الميدين كتا معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك على خط آخر برزت مطالبة ألمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاعتذار رسميا عن المواقف التي صدرت في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الحجرف اتهم الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين بإطلاق ما وصفه بتصريحات استفزازية ومغلوطة حيال مواقف مجلس التعاون ولسيما أن وقاع الاجتماع بثت عبر قنوات التلفزيون الرسمي الفلسطيني بحسب تعبيره فلسطين مطالبة بالاعتذار وممن هنا بيت القصيد إذا نهت التطبيع في اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية استفزت المطبعين والجاني تحول إلى ضحية اعتذار رسمي يطلب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في التشكيك بما سماه دعم بعض دوله لاحتلال أمام عيون العالم ثار غضب حكام الخليجي بشكل كبير ولافت ليس على تدنيس المستوطنين للمسجد الأقصى ولا على إحراق المساجد وقتل الأطفال وتهويد المدن العربية وإنما غضبوا لأن أحد قادة الفصائل الفلسطينية ثار من تطبيع الإمارات مع الاحتلال وانفعاله على هذه الجريمة تصريحة ممثل الصعيقة معين حامد خلال مؤتمر الفصائل بين بيروت ورمال ودعوته الفلسطينيين في الخليج إلى تحرك ضد التطبيع أثارت ثائرة مجلس التعاون الخليجي الذي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادات الفلسطينية بالاعتذار وفي هذا الزمن الرديد لا يستبعدن أحد أن يطلب من الفلسطينيين الاعتذار من الخليج وقد يعتذر عباس والقيادات الفلسطينية لمجلس التعاون كما تعتذر الأعناق للسكاكين وكما تعتذر الأشجار للمناشير فهذه هي صفقة القرن وهذه هي فضائل التطبيع نتنياهو لن يعتذر لأهالي الشهداء الأطفال المستوطنون لن يعتذروا لأصحاب المنازل المهدمة وترامب لم يعتذر عن حصار سكان الأرض المحتلة لأربع سنوات ففي عصر زيت الكاز على الفلسطيني أن يعتذر لجلاديه ولقاتليه وعليه أن يدين الإرهاب ويدين نفسه في كل مطارات العالم وجديد هذا أن يعتذر للمطبعين وأن يثبت حسن نواياه طرح تحذير نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري أمس على شاشة الميدين بأن المعركة المقبلة ستشمل كامل الجبال الداخلية الإسرائيلية سيدفع الاحتلال ثمنا غير مسبوق فيها طرح تساؤلا حقيقيا عن الواقع الفعلي للمقاومة في المنطقة فهل نحن أمام تصريح معنوي لشحد الهمم أم هو مبني على أسس متينة وواقعية هبا محمود لم تهدأ إسرائيل خلال السنوات الماضية من أداة إلى أخرى ومن ساحة إلى الثانية ما زالت تحاول ترسيخ معادلة المحيط المحطم لعلها كانت الأكثر سعادة وأملا مع بدء الاضطرابات الأمنية والعسكرية والاقتصادية حولها غذت بما لا يقبل الشك الصراع لكن سيناريو إسرائيل المشتهى اصطدم مرارا بجدار عال شمالا ففتشت عن انتصار لها جنوبا واتجهت سياسيا إلى الخليج وعسكريا إلى شواطئ اليمن بحثا عن مزيد من القطع لتركيب جبهة تطبيع تواجه بها محور المقاومة وبين محورين متعاديين لا يكفي للإجابة عن سؤال لمن ستكون الغلبة أن نتحدث عن أحقية القضية بل عن أسلوب المواجهة وواقع المنطقة فعلى الرغم من أن بلدان محور المقاومة تقع ضمن أحوال تراوح بين العدوان والاحتلال والاشتباك وهي أمام جملة تحديات سياسية اقتصادية عسكرية وأمنية إلا أن لها في المقابل إمكانات معلومة ومهابة ففي لبنان نجح المحور في فرض معادلة ردع تترسخ وتتضح مع قلق الجيش الإسرائيلي المتنامي من إمكانيات حزب الله وفي سوريا أفشل المحور استراتيجية المعارك الصغرى الثانوية ضمن الحروب الكبرى الاستراتيجية فلم يسمح للصراعات الهامشية بتشتيت الهدف وفي العراق بدأت حرب استنزاف واضحة عبر عمليات متدرجة ترهيق القوات الأمريكية هذا إضافة إلى المنح التصعودي في جبهة اليمن منحا يجعل على سبيل المثال من مطارات السعودية هدفا سهلا للطائرات المسيارة اليمنية ويواجه المحاولات الإسرائيلية في جزيرة سقطرة للبحث عن بوابة بحرية لهلال التطبيع في هذه الأثناء استمرت اعتداء المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقد تصدى الفلسطينيون لهذه الاعتداءات شرق مدينة رامالله وأصابوا ثلاثة من هؤلاء المستوطنين بجروح مصادر محلية أفادت بأن شبانا فلسطينيين تصدوا لاعتداءات المستوطنين على أهالي بلدة دير جرير ورشقوهم بالحجارة وزجاجات الحارقة قرب مستوطنة كوخاف هاشاهر وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في مكان الاعتداءات قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين تنياهو التحقيقات التي تجري ضده سياسية إضافة إلى حياكة ملفات بهدف إسقاطه نتنياهو في مؤتمر صحفي قال أن الإسرائيليين يمرون بفترة ليست سهلة على صعيد انتشار فيروس كورونا من جهة هاجم رئيس الحكومة السابق إهود باراك أداء نتنياهو في معالجة أزمة الكورونا معتبرا أن الحكومة غير قادرة على معالجة الأزمة وإجب تحول الصلاحيات إلى قيادة الجبهة الداخلية في الجيش وأصف نتنياهو برئيس العصابة والسارق قال القياد في حركة الجهاد الإسلامي أحمد ألمدل لأن الإهمال الطبي من قبل الاحتلال في السجون هو جريمة جديدة توازي عملية القتل البطي بحق الأسرة وخلال مقابلة مع الميادين دع ألمدلل الشعب الفلسطيني إلى استنهاض قواه من أجل الانتفاض نصرة للأسرة ودفاعا عنهم بلا شك أن العدو الصيوني يتحمل المسؤولية الكاملة حولها على حياة هؤلاء الأسرة حيث أنه بالفعل بدأ هذا الفيروس الفتاك ينتشر بين أسرانا خصوصا في ظل الجرائم المتكبرة من العدو الصيوني في ظل الإهمال الطبي الذي أودى بحياة كثير من الشهداء داخل السجون الصيونية نطالب السلطة الفلسطينية اليوم أن تتحرك بملف الأسرة لتضعه أمام معكمة الجنايات الدولية حتى يساق القاضي الصهين المجرمون الذين ممارسون الجرائم ضد أسرانا داخل السجون الصيونية أمام المقصلة الدولية إذن هناك عدة خيارات أمام الشعب الفلسطيني يجب أن نتحرك بها وأن نعمل على الضغط على هذه المنظمات الدولية أن تمارس دورها بالدفاع عن أسرانا داخل السجون الصيونية كما أننا نؤكد أن المقاومة ليست فعيدة عما يحدث داخل السجون الصيونية لأن أسرانا هم رموز الثورة والمقاومة الفلسطينية فاقمت جائحة كورونا من أوضاع الصيادين الذين يعانون الأمرين بفعل الحصار الإسرائيلي والوضع الاقتصادي المتردي أحمد غانم لم يكد الحظر الإسرائيلي على الصيد في بحر غزة بفعل التوتر الميداني الذي استمر نحو عشرين يوما ينتهي حتى مني الصيادون بخيبة أمل جديدة فرضتها جائحة كورونا التي حرمتهم أيضا من ركوب البحر بفعل إجراءات الوقاية التي فرضتها الجهات المتخصصة الأمر الذي فاقم من سوء أوضاعهم المعيشية من جراء توقف مصدر دخلهم الوحيد اليهود منعونا عشرين يوم والبحر مغلق يعني مفتوح تقريبا اثنين ميل وكان الوضع صائب جد وبعدها أجد قصة كورونا وأجد منع تقريبا سبوع واليوم نبارح سمحونا بعد العصر ننزل لها على الشغل الحمد لله يعني بعد مجاهدات ومعاناة لأنه الصياد وضعه قياف إذا ما اشتغلش اليوم ثاني يوم بإش مصروفه لا يجيبهن أولاده أربعة ألاف صياد يعيلون قرابة خمسين ألف نسمة أضحوا في صفوف البطالة بفعل الجائحة المستجدة وسط غياب جسم نقابي حقيقي يعوض عليهم ويساندهم في أزمتهم كما فاقم غياب الدعم الرسمي من ظروف هذه الفئة التي تعد الأكثر هشاشة اقتصاديا في القطاع جاء هذا الوباء ليدمر المدمر ليجلس الصيادين أكثر من 18 يوم في البيوت يعني من الصرخات أبنائهم أين الجسم النقابي السليم الذي يدافع عن الصيادين أين صندوق الطوارئ الجهات المتخصصة أصدرت أخيرا أمرا بعودة عمل الصيادين في البحر لكن وفق إجراءات السلامة المشددة مع مراعاة أوقات العمل المحددة والتي يقول الصيادون إنها غير كافية من أجل تحصيل قوت يومهم من سيء إلى أسوأ تنحو أوضاع الصيادين في غزة وقد اجتمع عليهم عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحصاره وجائحة كورونا التي فاقمت ظروفهم الاقتصادية المتردية أصلا أحمد غانم غزة الميادين أفاد مراسل الميادين باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الأمريكي بعبوة ناسفة في الشومالي بمحافظة ديوانية جنوب العراق خلية الإعلام الأمني في وزارة الداخلية العراقية أشارت إلى أن منتسبا لقي مصرعه ووصيب اثنان من قوة الحماية المرافقة للرتل من فجار عبوة ناسفة على الطريق السريع الديوانية بابل حيث كانت قوات الشرطة العراقية ترافق الرتل أثناء تنقله نتي ذلك فيما تواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية في محافظة ميسان قالت خلية الإعلام الأمني للقوات العراقية أن فرقة الرد السريع باشرت تنفيذ مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين للقضاء في منطقة العزيز أو العزير جنوب المحافظة إضافة إلى مصادرة الأسلحة غير المرخصة مشيرة إلى أنها ستعلن عن التفاصيل لاحقا قال قائد عمليات الأنبار في الحج الشعبي قاسم مصلح أن الحدود السورية مع العراق تشهد تحركات لداعش مشيرا إلى أنه قد تم اتخاذ التدابير الأمنية لمواجهة أي طارق وخلال جولة تفقدية لمنطقة الشريط الحدودي أضاف مصلح أن الحدود العراقية السورية ممسوكة بشكل جيد من قبل القوات المسلحة لافتا إلى أن الجولات الاستطلاعية مطلوبة في الوقت الحاضر تزامنا مع بدء داعش بتنفيذ هجمات على القوات الأمنية في مركز محافظة الأنبار وعودة بعض الخلايا الإرهابية التصويت على قانون الانتخابات في العراق لم ينهي الملاحظات الجدلية حول بعض التفاصيل الفنية في تطبيق القانون الكتل السياسية طرحت العديد من المقترحات حول القانون في انتظار التوافق عليها محمد الفهد مواقف متباينة بين الكتل السياسية العراقية حول تعديل قانون الانتخابات العامة بعد التصويت عليه داخل البرلمان الدوائر المتعددة هي أبرز مادة أثيرت حولها الملاحظات الفنية والاعتراضات لأنها وفي نظر تشريعيين ستؤدي إلى تغيير المعادلة الانتخابية وتتيح للأفراد والكتل الصغيرة المنافسة على الأصوات للأسف الشديد هو مر القانون بدوائر متعددة لحد الآن ماكو رؤية حقيقية على المعيارية اللي ممكن نضع بها الدوائر المتعددة هي عدد السكان هي المناطق الجغرافية الاعتماد على البطاقات الانتخابية البيومترية شرط تقدم به ائتلاف دولة القانون والحزب الإسلامي انهاء السلاح المنفلت وتوسيع الحوار حول القانون الانتخابي مقترح تقدم به زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي بينما طالبت جبهة الانقاذ والتنمية بضرورة تخصيص أربعة مقاعد لكل دائرة انتخابية في محافظة نينوى أما باقي الكتل فهي متقاربة في الرؤى والملاحظات حول أهمية ضمان الحق الانتخابي خرجنا من الدائرة الوحدة لدوار متعددة ولكن كم هي هذه الدوار؟ هذا يحتاج إلى لقاش يضمن فيه مشاركة في الانتخابات وأن تكون مشاركة واسعة وأيضا ضمان وصول من يستحق لإدارة الدولة العراقية عدم إجراء التعداد السكاني في العراقي قد يصعب من مهمة إجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة التي تعتمد على النسبة السكانية لكل قضاء ما يفرض على الجهات المعنية إيجاد خطة عاجلة لتجاوز هذه العقدة الفنية يقول المراقبون معالجة الثغرات في القانون الانتخابي هي مهمة تضطلع بها الكتل السياسية لجهة الاتفاق على آلية تطبيق مواد القانون من قبل مفوضية الانتخابات وهذا لا يعني إلغاء أو تعديل أي مادة بعد التصويت عليه بالمجمل محمد الفهد بغداد الميادين أكد البيان ختمي لمجلس التعاون تركي الإيراني دعم القضية الفلسطينية في مواجهة مخططات إضعافها المجلس الذي عقد عبر الفديو وترأسه رئيس البلدين رجب طيب أردغان وحسن روحاني أعلن أن البلدين سيتخذان خطوات عسكرية مشتركة ضد الإرهاب كما شدد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي باعتباره إنجازاً بارزاً للديبلوماسية المتعددة للأطراف كذلك أكد ضرورة حل الأزمة السورية من خلال العملية السياسية واستمرار مسار أستانا الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد خلال اللقاء أن العلاقات الإيرانية التركية مبنية على حسن الجوار والاحترام وأكيداً أنه لا بد من تعزيز العلاقات الثنائية من أجل إفشال المؤامرات العلاقات بين إيران وتركيا مبنية على حسن الجوار والقيم الثقافية والاحترام المتبادل ومصالح البلدين حدود البلدين لطالما كانت حدود صداقة وسلام إيران وتركيا تقعان في منطقة حساسة في الشرق الأوسط وهما قوتان عظيمتان في المنطقة وهناك دائماً عدوات وأحقاد تواجه البلدين لذلك لا طريق أمامهما سوى تعزيز العلاقات الثنائية من أجل إفشال المؤامرات التقى وزير الخارجي الهندي سوبرامانيام في طهران نظيره الإيراني محمد جوال ظريف وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك زيارة وزير الخارجي الهندي لإيران تستغرق عدة ساعات فقط وجاءت في طريقه إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة شانجهاي للتعاون فرضت الإدارة الذاتية الكردية على عشرات المدارس الحكومية السورية في الحسكة والقامش لمنهاج تعليميا جديدا خلافا لمنهاج الحكومة الخطوة الكردية تأتي في إطار سياسة تبديل المنهاج التعليمي الحكومي الذي يشمل أكثر من ألفين مدرسة في المنطقة محمد الخضر 118 مدرسة ثانوية تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في مدينتي الحسكة والقامشلي بقوة السلاح خطوة أخرى تفرضها في سياسة فرض مناهج تعليمية بعيدة عن المناهج السورية بدأت قبل نحو ست سنوات وتواصلت عبر الاستلاء على 2106 مدارس من أصل 2285 مدرسة هو العدد الإجمالي للمدارس في محافظة الحسكة نرفض جريمة النكراء المتمثلة بفرض منهاج لا علاقة للجمهورية العربية السورية فيها على الواقع التعليمي طبعا الهدف الأول هو فرض الدولوجية معينة لا علاقة لها بثقافتنا وبتاريخنا وجغرافيتنا فرض منهاج الجديد القائم على التعليم باللغة الكردية يهدد مستقبل مئات الآلاف من التلاميذ في الحسكة لا اعتراف بشهادات التعليم الأساسي والثانوي والأخطر أنها خطوة توسس لتكريس قطيعة بين مكونات الشعب السوري فرض منهاج يزور الحقاق يزور التاريخ يزور الجغرافية مقدمة من أجل حركات انفصالية طبعا هذه الحركات هي مرفوضة من قبل الشعب السوري وتحت أي مسمى سواء إدارة مداتية ولا شرق الفرات ولا غرب الفرات ولا حكم ذاتي ألاف العائلات في أرياف الحسكة أجبرت على إرسال أطفالها إلى تلك المدارس كأمر واقع فيما تواجه المدارس الحكومية المتبقية في الحسكة والقامشلي ضغطا هائلا بسبب التمسك بالمنهاج الحكومي مناهج الأمر الواقعي كما تصفها دمشق لا تهدد مستقبل مئات ألاف التلاميذ في الحسكة وحسب ثمت خطر جدي يتصل بإحداث شرخ بين السوريين أساسه التعليم ما يفرض حلولا عاجلة محمد الخضر دمشق الميادين فاصل ونعود أهلا بكم الجديد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرد عقوبات على وزير المالي لبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس لدعمه مع حزب الله وزير الخزانة ستيفن مانوتشان قال إن الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات وأنها ستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه واستغلونه على حد تعبيره قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنان الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس علي حسن خليل كان منخرطين في عمليات فساد تتيح لحزب الله العمل في لبنان خلال مؤتمر السحفي عبر الهاتف أشار إلى أن العقوبات على فنيانوس وخليل تمثل رسالة إلى الحزب وحلفائه بأنه حان الوقت لسياسة أخرى في لبنان لافتان إلى الاقتراب من حل للخلاف البحري بين بيروت وتل أبيب مشددا على أن بلاده تؤيد الخطة الفرنسية في لبنان باستثناء مسألة اللقاء مع حزب الله هذا وراء شينكر أن زيارة هنية إلى لبنان لم تكن مساعدة قال رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أن أهل منطقة الطريقة الجديدة في بيروت لن يسمح للطارئين بإخراجها من كذنة في الشرعية والقانون وفي أول تعليق لها عقب الاشتباك المسلح الذي جرى ليلة أمس في المنطقة بين أنصاره ومسلحين من أنصار شقيقه بها قال الحريري في تغريدة على تويتر أن ترويع المواطنين الأمنين واستخدام الأسلحة الحربية في إشكالات فردية ليقبل بهما أحد أو ووعد أنه سيبقى إلى جانب أهل الطريق الجديدة وكل بيروت أبناء مدرسة رفيق الحريري المتمسكة بالدولة والشرعية والقانون وفق تعبيره تأليف الحكومة اللبنانية لا يزال في مرحلة التشاور كما قال الرئيس المكلف مصفادي عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون البارز أيضا في هذا السياق هو ارتفاع منسوب التوتر السياسي والميداني المرافق لمسار تأليف الحكومة بما قد يشكله من عثارات في وجه إعلان التوليفة الحكومة سريعا أحمد عبد الله دخل لبنان بعد كارثة المرفأ في صلب الاهتمام الغربي بعد الولايات المتحدة وفرنسا جاء دور إيطاليا التي حط رئيس وزرائها في العاصمة اللبنانية بيروت زيارة لا يعول عليها لتحريك مياه تشكيل الحكومة الراكدة لكنها تأتي لتقديم الدعم وكسر الحصار على الخط الحكومي يرسم رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب الملامحة الأولى لشكل الحكومة المقبلة مزاحما الوقت الذي لم يعد ترفا بالنسبة إليه فيما تصطدم مساعي التشكيل بنهجين لا ثلث لهما الأول يقوده رئيس الجمهورية ميشيل عون وحلفائه لإخراج البلاد من الكارثة التي أصابتها وذلك عبر اعتماد الخطاب الهادئ والابتعاد عن الاتهامات والانفتاح على كافة الأطراف يقابله نهج التصعيد الذي قررت القوات عبر رئيس هاسمير جعجع أن تكون هي فيه رأس حربة ولسيما ضد رئاسة الجمهورية هكذا خرجت القوات عن الإجماع حول أديب في رئاسة الحكومة ورفضت تسميته فيما اتسمت تصريحات جعجع الأخيرة بالنبرة الهجومية والصقف العالي ضد العهد وحزب الله بشكل أساسي ما استدعى ردا هو الأقصى من التيار الوطني الحر الذي اتهم جعجع باعتماد خطاب سلبي يسمم أجواء الأمل بالخلاص في كل مرة ينطلق فيها مسار إيجابي لكن الأخطر من العرقلة السياسية يكمن في دفع بعض الأطراف الأمور إلى التصعيد في الشارع وتحويل الاجتباك السياسي إلى مواجهات أمنية متنقلة تثار معها تساؤلات عن أهدافها الحقيقية هكذا بدأ الاجتباك المسلح في الطريق الجديد وقبله ما حصل في خلدي وإذا كان الاجتباك خلدي أريد له أن يأخذ منحا فتنويا فإن الاجتباك في الطريق الجديد كاشف عن عمق الخلاف والتوتر بين أنصار رئيس سعد الحرير وأخيه بهاء في ساحة لطالما كانت محسوبة على تيار المستقبل تصعيد يطرح أسئلة حول هوية الجهة المستفيدة من عدم الاستقرار في لبنان داخليا وخارجيا أعتبر رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي سعد حردان أنه طرح موضوع الحياد في لبنان في غير محله وخلال استقبالي وفدا من قناة الميادين في مقر الحزب ببيروت أكد حردان أنه لا يمكن تطبيق الحياد ما دامت إسرائيل تعيث خرابا في المنطقة التي يعد لبنان جزءا منها مشددا على أن قوة لبنان ليست في ضعفه كما يروج بعض القوى السياسية الحياد ما له معنى يعني بأسف بقول أنا استعمل الشعار ما له حل يعني وربما ربما أنه سيدنا البطرق فات على هالموضوع بتمنى يطلع منه لأنه غير مفيد غير مفيد وغير واقعي ولبنان قوته مش بضعفه قوته بقوته أنت أوي أنت فيك تفرض عدم الاعتداء عليك إذا بدك بعدم الاعتداء عليك يعني أنت حيدت هذا العدو عن الاعتداء عليك مش أنت ضعيف تتخبى ورا البيت بيحترق كل البيت بتقول أنا حيد راسي ما بحيد حيد راسي منطقة مشتعلة بديك تاخد خيار فيها المنطقة المشتعلة طايلتا تاخد خيار كيف تدافع عن حالك تلتقي وانت عم تدافع عن حالك مع حدا تاني حد منك عم يدافع عن حاله ضد العدو الواحد حردا رأى أنه من الصعب تطبيق اللامركزية في لبنان مشددا على ضرورة محاربة الخطابات التقسيمية ومحاولات تفتيت لبنان سمعت حدا حكي عن أكتر من لبنان على وسائل الإعلام حكي أكتر من لبنان أنه جوزت نايم جوزت لاتي عمال كيف ليش لبنان هلا شو بدك تعمل فيه 32 لشكل 2000 زلمي فيه يعملوا دولة نحنا بدنا هالخطابات التقسيمية اللي بتساعد على التييز نحاول نواجهها ونسقطها نسقطها بالمنطق وبالسياسي وبالمصلحة مصلحة لبنان مبارع عشنا يعني هيدا الأجيال اللي هلا منشوفها طيب هيدا ما عاشت بأيام الحرب وديش كوارث الحرب كبيري لبنان اللي هلا يعني ما هيدا كان خربة محروقة لذلك التفكير باستعادة الماضي ربما بيتغير الوضع لا ما بيتغير الوضع بيصير أسوأ لأنه فيه ناس بيفتكروا أنه بيربحوا إذا حطوا متراس قدامه وعملوا اشتباك مع الآخر لا ما بيربحوا بيخسروا قدت المحكمة العليا في بريطانيا بصلاحية المحاكم البريطانية والأوروبية في مقاضات المصارف اللبنانية جراء القيود التي فرضتها على حسابات المودعين في إطار عمليات السحب والتحويل بحسب حيثيات الحكم القضائي بات بإمكان المودعين اللبنانيين الذين يعيشون في أوروبا وبريطانيا مقاضات المصارف اللبنانية وجاء الحكم بعد أن تقدم أحد المتضررين اللبنانيين المقيم في بريطانيا بدعوة أمام القضاء البريطاني ضد مصرف لبنان والمهجر اللبناني بلونبانك عاقب حجز المصرف على ودائعه وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض صلامة في حديث إلى قناة CNBC الأمريكية أنه لا يريد الاستقال من منصبه مشيرا إلى أن لديه استراتيجية للخروج من هذه الأزمة ولفت سلامة إلى أن اللبنانيين لديهم الحق في قول ما يريدونه ولكن لا يمكن يقول أن المصرف المركزي يتحمل مسؤولية الوضع فهو غير مسؤول عن العجز في ميزان الحكومة والبالغ 81 مليار دولار أرفض الاستقالة من منصبي كحاكم للمصرف المركزي لأن لدي استراتيجية معينة لكيفية الخروج من هذه الأزمة النقدية اللبنانيون لديهم الحق في قول ما يريدونه ولكن لا يمكن أن يقولوا أن المصرف المركزي يتحمل مسؤولية الوضع نحن لم نخلق العجز في ميزان الحكومة ودعونا طويلا إلى تقليص العجز ولم نخلق العجز في الميزان التجاري الذي بلغ 81 مليار دولار فيضانات السودان أرقام مخيفة عن أعداد الضحايا وحجم الأضرار وسط جاهل عربي وغربي متعمد لبلدان لا مصالح لهم فيها نحن تعبانين والله نازل تعبانين شهيدة بيوت بضررت انتهت وقعت يعني أسلوا حزاته عشان يبني بيوته ده مشكلة فعلا هي مشكلة لا بل كارثة كبرى وكأن هذا الرجل السوداني اختصر واقع الحال في بلاده بكلماته الممزوجة بالحزن كارثة لم يشهد مثلها السودان منذ عشرات سنين فالفيضانات طالت 16 ولاية من أصل 18 أما بلغة الأرقام فحجم الخسائر صادم عدد الضحايا قارب المئتين إضافة إلى عشرات الجرحة انهيار كلي أو جزئي لأكثر من 100 ألف منزل إضافة إلى تشريد عشرات الآلاف من الأسار بيتتدمر البيوت المجاورة كلها تدمرت والناس أصبحوا في العراء وفي الخلاء وبالرغم من هول الكارثة فإنك لن تجد بين هذه المنازل المدمرة على بساطتها سوى زنود سمر ولو بإمكانياتها الضعيفة تحاول الحفاظ على ما تبقى السودانيون وحدهم إذن من يحمل عبء هذه الكارثة لا دور لإشقائهم العرب إلا ما ندر في ظل غياب التحرك الفوري لجامعة الدول العربية ولا اهتمام دوليا في فرز واضح لإنسانية الغرب التي يغيب وجهها عن أفريقيا هي عنوين فطفاضة تدعيها دول عربية وغربية ليست في الواقع سوى غطاء لمصالح وأطماع في ثروات البلدان الفقيرة والضعيفة والسودان من بينها تحضر عندما تريد استغلالها واستغلال خيراتها وتشيح بوجهها عنها في مآسيها ومعاناتها قالت مقررة الأمم المتحدة أجنس كلمارين أحكام السعودية في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية مستغربة تبرية مدبري إعدامه وتغييب مسؤولية ولي العهد محمد بن سلمان وفيما توالت الانتقادات لهذه الأحكام وصفها محام عائلة الصحفي جمال خاشقجي بالعادلة بعد محاكمة وصفها المراقبون بالمسرحية تراجعت السعودية بشكل نهائي عن أحكام الأعدام بحق مدانين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الجريمة التي هزت الرأي العام العالمية ووضعت السلطات السعودية في قفص الاتهام عملية القتل التي وصفتها الحكومة السعودية بالمارقة أغلقت إذن بسجن ثمانية أشخاص بأحكام متفاوتة فيما لم توجه نيابة العامة أي تهمة لسعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي بسبب قلة الأدلة كما برأت رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري أحد كبار مساعدي ولي العهد والقنصلة السعودية السابقة محمد العتيبي المحاكمة قوبلت بانتقادات دولية أتى أبرزها على لسان مقررات الأمم المتحدة المعنية بحالات الأعدام خارج القضاء أجنس كالمار التي اعتبرت أن الأحكام لا تتمتع بأي شرعية قانونية أو أخلاقية وجرت بعد عملية قضائية لم تكن نزيهة وعادلة وشفافة المسؤولة الأممية أضافت أن المسؤولين رفعي المستوى الذين دبروا أعدام خاشقجي ورحبوا به لا يزالون أحرارا أما مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فلم يتم حتى التطرق إليها تركيا التي وقعت الجريمة على أراضيها انتقدت بدورها المحاكمة وقالت إنها لم تحقق توقعات أمقرة دعية الرياض إلى التعاون مع التحقيق التركي أما خديجة جانكيز خطيبة خاشقجي فاعتبرت أن السعودية أفلتت المسؤولين الفعليين عن الجريمة وصفة المحاكمة بأنها استهزاء بالعدالة عشية الذكر الرابع لإغلاق مطالبات واسعة للمجتمع الدولي باتخاذ موقف عاجل ينهي الحصارة والحظر الجوي المفروض على مطار صنعاء وابتخال المشتقات النفطية التي يؤدي نفادها إلى تعطل الكثير من المرافق الحيوية أحمد عبد الرحمن في الذكر الرابعة لإغلاقه أمام الطائرات المدنية من قبل التحالف السعودي مطار صنعاء مغلق تماما في وجه الطائرات الأممية والإنسانية الدولية بعد نفاد المشتقات النفطية يأتي ذلك بعد تحذيرات متتالية لوزير النقل في حكومة صنعاء اللواء زكريا الشامي نتيجة للحصارة الجائر على ميناء الحديدة وعدم السماح لدخول المشتقات النفطية سيضطر مطار صنعاء الدولي إلى إكفال الشكل التام لأن مطار صنعاء الدولي اليوم يعمل للرحلات الأممية إغلاق ينذر بكارثة إنسانية كبرى مع توقف الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية فيما تشير الأرقام الرسمية إلى حاجة أكثر من 540 ألف مريض للسفر إلى الخارج وينتظرهم مصير مجهول مع تواصل الحضر الجوي وإغلاق المطار منذ التاسع من أيلول 2016 في ظل صمت وعجز أممي ودولي إغلاق مطار صنعاء الدولي تسبب بكارثة إنسانية بحسب وصف معظم المنظمات الدولية بأنها كارثة لا يمكن غفرانها إغلاق مطار صنعاء الدولي تسبب بوفاة أكثر من 80 ألف مريض بسبب عدم تمكنهم للعلاج في داخل البلاد أربع سنوات من العزلة والحصار وتقييد حرية ملايين اليمنيين ومنعهم من السفر تعطلت فيها حركة الملاحة الجوية أمام الإمدادات الحيوية والتجارية الضرورية لشعب بأكمله معاناة فاقمها تعطيل التحالف حركة الملاحة البحرية ومنع وصول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة استمرار تحالف الحرب في احتجاز سفن المشتقات النفطية في عرض البحر لا يهدد بتوقف مطار صنعاء فحسب بل وبتوقف المستشفيات والقطاع الصحي أيضا وقد بدأ بعض المستشفيات بالتوقف الجزئي والبعض الآخر بالتوقف التام أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين إلى العنوين الإعلان عن توقيع اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتية ومثلثاء المقبل نتنياهو عن الجانب الإسرائيلي عبدالله بن زايد عن الجانب الإماراتي قتيل وجرح في استهداف أرتال تابع لقوات التحالف الأمريكي في بغداد والديوانية وقاد عمليات الأنبار في الحش الشعبية تحدث عن نشاط لداعش على الحدود مع سوريا مجلس التعاون التركي الإيراني يؤكد دعم القضية الفلسطينية وضرورة حال الأزمة السورية من خلال العملية السياسية واستمرار مسار أستان نحن في مرحلة التشاور مع فخامد الرئيس وإن شاء الله كل خير رئيس الحكومة اللبنانية قولنا مسار تأليف الحكومة ما زال في مرحلة التشاور المزيد من أخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميدين.net وبلغات الاسبانية اسبانول دوت الميدين دوت نت ختم ونشرة في أمان الله